السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اليوم الاثنين تعتاش شوال 1442 هجرية الموافق ل 31 ماي 2021 ميلادية في هذا الفيديو هذا سنقرأ لكم واحد البيان ديال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فاتسع اللي كنعدل فيه الفيديو يلا شجو دقائق هذي باش خرج فيما يخص الأزمة المغربية الإسبانية هذا الموقع الرسمي ديال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج هنا عندهم واحد الإعلان كيقولوا فيه الأزمة المغربية الإسبانية بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يلا نزل كيما قمنا دا باشا شوية الـ 31 ماي 2021 ميلادية يمثل المدعو غالي يوم الثلثاء فاتح يونيو يعني غدى أمام المحكامة الوطنية العليا الإسبانية هذا المثول يشكل بالتأكيد تطورا يأخذ المغرب علما به لكنه لا يشكل جوهر الأزمة الخاطرة بين البلدين الجارين يعني المغرب ما مفكشي يقول لك يعني هذا الشي هذا بنسبة له ماشي كافي وهنا يا غادي يعطينا يعني الديطاي الوزارة دي الشؤون الخارجية يعطينا هنا ينتحس الديطاي علاش في النظر دي الوزارة الشؤون الخارجية والمغرب يعني كحكومة علاش في النظر ديالهم هاتش هذا غير كافي ولا شنو هي النقط اللي يعني ما زال مخدنها على إسبانيا المغرب أخذ علما بمثل مدعوغة لأمام محكامة أولا يؤكد مثل مدعوغة لأمام قضاء ما كان المغرب يقوله منذ البداية إسبانيا أدخلت عن قصد إلى ترابها خلصة وبطريقة غير شرعية شخصا متابعا من طرف القضاء الإسباني من أجل شكاوى تقدم بها دحاية من جنسية إسبانية ومن أجل أفعال رتوكبت في جزء منها فوق التراب الإسباني يعني هناك يبغي يقولك بأن دابعات بنت الحقيقة داليل الكبير بأن رهد ريمون دخله بطريقة يعني غير شرعية يعني بدك تصغير بدك شلي كامل نعرف إناه لأنه غد غد يمتل أمام المحكامة شخصيا وهذا أكبر دليل على أنه يعني فعلا رهد خال بطريقة غير مشي قانونية الإسبانية نقطة الثانية إن هذا المثول أمام القضاء يأتي ليكشف الوجه الحقيقي للبوليزاريو مجسدا في زعيم ارتكب جرائم بشعة واغتصب ومارس التعذيب وانتهك حقوق الإنسان وحرض على ارتكاب أعمال إرهابية النقطة الثالثة إن هذا المثول يؤكد مسؤولية إسبانيا الثابتة لأن ضحايا المدعوغة لهم قبل كل شيء إسبانيا وبالتالي فإن استجواب المتهم يشكل اعترافا صريحا وضمنيا بحقوق الضحايا والمسؤولية الجنائية لهذا الشخص عن الأفعال التي اقترفها كما أنها المرة الأولى التي تستدعي فيها المحاكم الإسبانية هذا المسؤول وتواجهه بشكاوى ضحاياه بشأن جرائم خاطرة النقطة الرابعة كما أن الأمر لا يتعلق سوى بالشكاوى التي تم الإفساح عنها يعني المغرب يقول لك أن هذه الشكاوى هذه رهية معروفة وماذا عن جميع الأطفال والنساء والرجال الذين يعانون من ويلات البوليزاريو كذرع الناس اللي يعني محجوزين في ذلك التندوف لفرسط الجزائر والمعاملات لا إنسانية التي تتلقاها يوميا ساكنة تندوف ضحاياة البوليزاريو الذين لا صوت لهم ولم يتم إنصافهم بطبيعة الحل لأن اللي تشكى بهذا غالي هما جمعيات كينهناية في إسبانيا وأشخاص عندهم جنسية إسبانية وبالتالي يعني عندهم القدرة للوصول للمحاكم الإسبانية ويدفعوا على رأسهم ولكن المغرب يقول لك يعني الناس اللي ما عندهمش القدرة ولي ما عندهمش صوت وما وصلهش يعني شنو وقع لهم في ذلك المخيمات تندوف هذا ليس جوهر المشكل بالنسبة للمغرب هذا مشي المشكل عادة يدخلك في الديطة فين هو المشكل بالنسبة للمغرب جوهر المشكل هو مسألة الثقة تم تقويدها بين الشركين جوهر الأزمة هو مسألة دوافع خفية لإسبانيا معادية لقضية السحراء القضية المقدسة لدى الشعب المغربي قاطبة الأزمة ليست مرتبطة بحالة شخص إنها لا تبدأ بوصوله مثل ما لنتنتهي بمغادرته يعني المغرب يقول لك الأزمة مشي غير حيث دخلها السيد ويعني ما غادش تنتهي حتى السيد هذا مثلا غاد يخرج إنها وقبل كل شيء قصة ثقة واحترام متبادل تم الإخلال بهما بين المغرب وإسبانيا إنها اختبار لموثوقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا إذا كانت الأزمة بين المغرب وإسبانيا لا يمكن أن تنتهي بدون مثول المدعوغة لأمام القضاء فإنها لا يمكن أن تحل بمجرد الاستماع له يعني المغرب منفكشي منفكشي نهائيا إن الانتدارات المشروعة للمغرب تتجاوز ذلك فهي تبدأ بتقديم توضيح لا لبسة فيه من قبل إسبانيا لخياراتها وقراراتها ومواقفها يعني المغرب بغي إسبانيا تخرج نيشا للطريق وتقول لنا شن الرأي دياله وشن الموقف دياله من القضية دير الصحراء والبوليزاريو بصفة عامة بالنسبة للمغرب فإن المدعوغة ليس سوى صورة للبوليزاريو وهذه اللي قلنا الطريقة التي دخلت بها إلى إسبانيا بجواز صفر مزور وهوية جزائرية منتحلة وعلى متن طائرة رئاسية جزائرية تسمى حتى بروح هذه الميليشيات تمس حتى بروح هذه الميليشيات الإنفصالية وبعيدا عن حالة المدعوغة لي فقد كشفت هذه القضية عن موقف إسبانيا العدائية واستراتيجيتها المسيئة تجاه قضية الصحراء المغربية وأظهرت تواطئ جارنا الشمالي مع خصوم المملكة من أجل المساس بالوحدة الترابية للمغرب يعني المغرب كيشوف بأن يعني إسبانيا خانتو يعني بحل ما بقاش ذلك الثيقة يعني ما عرفش دبا إسبانيا شنو شنو تقدر تدير في المستقبل كيف يمكن للمغرب في هذا السياق أن يثق مرة أخرى في إسبانيا أو ذك شل اللي قلنا كيف سنعرف أن إسبانيا لن تتآمر من جديد مع أعداء المملكة هل يمكن للمغرب أن يعول حقا على إسبانيا كي لا تتصرف من وراء ظهره كيف يمكن استعادة الثقة بعد خطأ جسيم من هذا القبيل وما هي ضمانات الموثوقية التي يتوفر عليها المغرب حتى الآن في الواقع هذا يحيل إلى طرح السؤال الأساسي التالي ما الذي تريده إسبانيا حقا فعلا يعني إسبانيا شنو بغي هذا تانيا النقطة التانية تطرح هذه الأزمة أيضا مسألة الاتساق في المواقف ذلك أنه لا يمكن أن تحارب الإنفصال في بلدك وتشجعه في بلد جار لك كهدرنا القضية دي الكتالونيا فمراعاة لهذا الاتساق إزاء نفسه أولا ثم إزاء شركائه لم يسبق للمغرب أن استغل مطلقا النزع الإنفصالية لم يشجع عليها أبدا كوراقة في علاقته الدولية وخاصة مع جيرانه وفي هذا السدد ظلت سياسة المغرب تجاه إسبانيا واضحة فخلال الأزمة الكتالونية لم يختار المغرب البقاء على حياد بل كان من أوائل من استفوا بوضوح وبشكل صريح وقوي إلى جانب الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجاره الشمالي يعني المغرب ما شجعش الانفصالي دي الكتالونيا وكذلك يعني ما جاوش عنده يتخبعه بزيذ الأمور يعني هو ما تدخلش في هذه القضية هذه وعلى العكس هو يعني كان كيشجع يعني كان في صف إسبانيا يعني من أجل الدفاع على وحدتها الترابية ويبقى السؤال مشروعا ماذا كان سيكون رد فعل إسبانيا لو تم استقبال شخصية انفصالية إسبانية في القصر الملكي المغربي كيف كان سيكون رد فعل إسبانيا إذا تم استقبال هذه الشخصية بصفة علنية ورسمية من قبل حليفها الاستراتيجي وشريكها التجاري الهام وأقرب جار جنوبي لها وحتى لا تكون ذاكرتنا قصيرة ففي سنة 2012 على سبيل المثال عندما قام وفد اقتصادي كتالن بزيارة إلى المغرب تم تعديل البرنامج بناء على طلب الحكومة الإسبانية حتى لا يتم يعني شوفوا الإخوان كمزاف الأمور كنا في الخفاء فإسبانيا يعني هدرس مع المغرب باش يعني ما يستقبلش على ما أعتقد حتى لا يتم استقبال هذا الوفد على مستوى عالي يعني خلوا اقتصاد اقتصاد ما كانش يعني يستقبلوا شي واحد يعني مستوى عالي وحتى تتم جميع المباحثات التي يجريها بحضور ممثل سفارة إسبانيا في الرباط وفي سنة يعني خلى الاتصال الرسمي يكون يعني الإسبانيا والمغرب ما كانش كتالونيا والمغرب وفي سنة 2017 تبنى المغرب الاتساق نفسي في المواقف عندما رفض طلب زيارات ولقاء تقدم به زائم كابير للنزع الانفصالية الكتالونية من حق المغرب أن يتوقع من إسبانيا معاملة بالمثل فهذا نفسه هو مبدأ أي شراكة حقيقية هنا يا حاضر المنطق بغض النظر على كل واحد وفين هي مصلحة الشخصية المغرب أبدأ على الدوام تضامنه مع إسبانيا هناك بالطبع صعوبات طبيعية مرتبطة بالجبار وحتمية الجغرافية بما في ذلك أزمات دورية تتعلق بالهجرة ولكن ذلك لا ينبغي أن ينسينا أبدا أن التضامن هو الشراكة وحسن الجيوار والصداقة مرتبطة بالثقة والمصداقية هذا التضامن هو الذي أظهره المغرب دائما تجاه إسبانيا والتاريخ الحديث يخبرنا بأن المبادرات كانت كثيرة في سنة 2002 على سبيل المثال وبعد غرق ناقلة نفط فتح المغرب بسخاء مياهي الإقليمية أمام 64 دولة صيد تابعة للمنطقة للمنطقة يعني كان يعاون في ذلك الأزمة الاقتصادية التي كان فيها المغرب قدم المغرب إعفاءات في سنة 2008 عندما كانت إسبانيا في أوجل الأزمة الاقتصادية قدم المغرب إعفاءات لاستقبال العمر ورجال الأعمال الإسبان بمملكة بصدر رحب مع تمكينهم من استقرار وممارسة نشاطهم بها يعني المغرب عاون من ناحية الاقتصادية وفي أوجل الأزمة الكتالانية اعتمدت إسبانيا دوما على المغرب اعتمدت إسبانيا دوما على المغرب الذي دافع دون تحفظ عن سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية بالأفعال حضر دخول الانفصاليين الكتالانيين إلى المغرب يعني كيفاش المغرب يعني عاون إسبانيا هو بهذه الطريقة هذه حضر دخول لو لا يحضر دخول منع دخول الانفصاليين الكتالانيين إلى المغرب ومنع جميع الاتسالات بين القنصرية المغرب في برشلونة والحركات الانفصالية الكتالانية وباتخاذ المواقف يعني بيانات دائمة واضحة وقوية روح تضمن نفسها ظلت سائدة على مستوى التعاون الأمني وفي مجال مكافحة الهجرة السرية وهكذا فقد مكن التعاون في مجال الهجرة منذ سنة 2019 من إجهد أكثر من 14 ألف محاولات هجرة غير شرعية وتفكيك 5000 شبكة تهريب منذ 2017 ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها ومكن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من تفكيك إدة خلايا ذات امتدادات في كل من المغرب وإسبانيا وتحيي 82 عملا إرهابيا تنضاف إلى ذلك المساهمة الحاسمة للأجهزة المغربية في التحقيقات التي أجريت في أعقاب الهجمات الدموية التي هزت مادريد في مارس 2004 وبالمثل أفضل تعاون في مكافحة التهريب المخدرات إلى تبادل مثمر في حوالي 20 قضية تتعلق بالاتجار الدولي المخدرات كيف يمكننا بعد كل هذا أن نتحدث بشكل جدي عن تهديدات وعن امتزاز إذا تصريح صفيرة صاحب الجلال في مادريد والحقيقة هي أن هذا الأمر لم يكن أبدا تهديد يعني السفيرة رمشي قد تهدد فالدفاع المشروع عن المواقف لا يمكن اعتباره بمتدابة امتزاز يعني هي كالدفع على واحد مواقف مشروع رابعا المغرب يميز بين صداقة الشعب الإسباني والأذى الذي تسبب فيه بعض الأوسط السياسية يعني المغرب مع الشعب الإسباني ما عنده احتاج مشكل ولكن يعني الأزمة هي بين الحكومة وفي خدم هذه الأزمة الخاطرة بين المغرب وإسبانيا لطالما ميز المغرب بكل وضوح بين من جهة بين الشعب الإسباني وبعض الزعماء السياسي المتبصرين الذين يتشبسون بالصداقة مع المغرب وبحسل الجوار ومن جهة أخرى بين بعض الأوسط السياسية والحكومية والإعلامية ومن المجتمع المدني التي تسعى إلى توضيف قضية الصحراء المغربية والإدرار بمصالح المغرب هذه الأوسط يعني المغرب رهراد شكول يبغي يحرك القضية هذه الأوسط نفسها التي تواصل النظر إلى المغرب من من دور عفا عنه الزمن وبرؤى متجاوزة ودون تخلص من الرواسب الماضي المغرب بكل وضوح ليست له أي مشكلة مع الشعب إسبانيا ومواطنها وفاعلها الاقتصاديين والثقافيين وسياحها التي يتمسق لهم بحرارة كأصدقاء وكجيران بمملكة حتى أن بعض المواطنين الإسباني يعملون في القصر الملكي المغربي قبل ميلاد جلالة الملك حتى أن بعض المواطنين الإسباني يعملون في القصر الملكي المغربي قبل ميلاد جلالة الملك وأصحاب السمو الملك الأمراء والأميرات وهذا يدل في الواقع على أن المغرب لم يفرد في الروابط الإنسانية المتينة والقوية بين المغرب وإسبانيا وسيدل المغرب متمسكا بروابط الصداقة الطبيعية والأصيلة تجاه الشعب الإسباني شنفهمنا الإخوان؟ المغرب ما نفقش هذه المرة ما غادش يدوز